أعربت اللجنة الأممية للتحقيق في الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عن خلقها إزاء الانتهات المرتكبة ضد الأسرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي وأفاد بيان صادر عن اللجنة أن المعتقلين من رجال ونساء يتعرضون للتحرش والاعتداء والترهيب باستخدام الكلاب إضافة إلى منعهم من التواصل مع أسرهم أو اللجنة الدولية للصديب الأحمر أو التمتع بالضمانات القانونية التي يوفرها لهم القانون الدولي واستشهد في سجون الاحتلال منذ السابع من أكتوبر الماضي ما لا يقل عن ثمانية عشر أسيرا ممن تم الكشف عن هويتهم بالإضافة إلى العشرات من أسر غزة بينما بلغت حصيلة حملات الاعتقال أكثر من تسعة ألاف وثلاثمائة وخمسة وثمانين فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس منذ بدء العدوان على القطاع ترجمة نانسي قنقر